بسم الله الرحمن الرحيم أهلي وربعي أبناء المفرق الأعزاء الله مسيكم بالخير يا وجوه الخير تاريخيا المفرق بتجمع ما بتفرق وهون إحنا عند محطة سكة الحجاز اللي هي شاهد على تاريخ هاي المحافظة وموقعها الاستراتيجي على الطرق الدولية والحمد لله اليوم المفرق هي سلة غداء الأردن الثانية وفيها استثمارات كثيرة في الصناعة والطاقة المتجددة وإن شاء الله بوجودكم لسه في مجالات كثيرة للتطوير وأنا بعرف قديش المفرق تأثرت من أزمة اللاجئين لكن بهمتكم وبهمت الجميع أبناء وطننا دائما قادرين على تحويل التحديات إلى فرص وبنسبة للأحداث اللي صارت في المنطقة في بداية الأسبوع بدي أأكد أنه أمن وسيارة الأردن فوق أي اعتبار وحماية وحماية مواطنيننا قبل كل شيء وأي شيء الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة أي جهة وأنا حبيت بس أخذ هذه الفرصة أسلم على رفاق السلاح اللي كانوا لشرف اللي خدمت معهم وأنا أعرف أنتم جيش ثاني فنحن مش خايفين على مستقبل الأردن والقوات الخاصة بالأمام فبالنهاية سلامي لكل أهلي وأبنائي في المفرق العزيزة الله يعطيكم العافية وإن شاء الله لما الوقت بيسبح خلال السنة لدينا جولات نشوف الجميع كثر خيكم والله يعطيكم العافية شكرا جزيلا